الان مشاهدين الى جولة الصحافة والتي نبدأها بصحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن مضمون رسالة وجهها وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين الى الرئيس الافغاني اشرف غاني اشار فيها الى ان ادارة بايدن فقدت الثقة بسبب تعثر المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة اقترح بلينكين عقد مؤتمر سلام بقيادة الامم المتحدة بهدف تشكيل حكومة افغانية شاملة مع طالبان وتقليص العنف لمدة ثلاثة اشهر ما يؤدي الى وقف اطلاق النار اضاف بلينكين في الرسالة ان الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما اذا كانت ستسحب ما تبقى من قواتها في افغانستان والبالغ عددها 2500 جندي بحلول الاول من مايو كما هو محدد في اتفاقها مع طالبان الى مجلة ناشونال انترس ومقال يوسف رين بعنوان نفوذ تركيا المتنامي في اسيا الوسطى فرصة ذهبية لواشنطن قال فيه لقى نجاح تركيا في دعم شركائها في سوريا وليبيا ونغورني كارباخ صدى بين قادة اسيا الوسطى فباتوا ينظرون الان الى انقرة كلاعب مؤثر بديل لموسكو في منطقة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 200 مليون نسمة وناتج محلي اجمالي مشترك يقترب من التريليوني دولار وتابع من منظور جغرافي تقع اسيا الوسطى بين اكبر خصمين لامريكا روسيا والصين واي تأثير من قبل واشنطن سيكون على حساب خصميها اذ ان ابسط نفوذها او ان بسط نفوذها في المنطقة من شأنه ان يخلق الجبهة منافسة غربية لاستكمال استراتيجية واشنطن لمواجهة الصين ختم بالقول يمكن ان يكون التعاون في وسط اسيا ملفا او ملفا جديدا للمناقشة في الاجتماع الاول بين الرئيسين الامريكي والتركي فهل ستستفيد واشنطن من هذه الديناميكية المتغيرة ام انها ستصبح فرصة اخرى ضائعة صحيفة الجارديان تناولت انتقادات وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون الانسانية مارك لوكوك لقرار بريطانيا تقليص المساعدات لليمن وكتب باتريك وينتورب من النادر ان يتم انتقاد بريطانيا من مسؤول في الامم المتحدة بهذه الطريقة خاصة وان هذا المسؤول شغل سابقا منصب السكرتير الدائم للادارة البريطانية للتنمية الدولية لكن قرار حكومة بيروس جونسون تقليص المساعدات لليمن كفير باكثر من ذلك واضاف حكومة المملكة المتحدة تشارك بشكل وثيق في الصراع كمورد رئيسي وداعم للتحالف الذي تقوده السعودية والامارات والتي حذر مسؤول الامم المتحدة من ان الحرب هناك قد تتحول بسرعة الى اخطر مجاعة شهدها العالم منذ عقود نقل عن لك قوله لا جدال في انه يترتب على المملكة المتحدة مسؤوليات تجاه اليمن باعتبارها من تتولى رئاسة مجلس الامن حاليا وهي دولة مانحة لديها مسؤوليات تاريخية ايضا لذلك اعتقد انه من الخطير ان يكون هناك مثل هذا التخفيض الكبير وغير المبرر كما وصفهم نقرأ في النهار اللبنانية مقال نبيل بومنصف بعنوان لان لا نهديهم انتحارا قال فيه اقصى العمثية ان يكتب على اللبنانيين ان ينبشوا ذاكرة الحرب وصفحاتها مجددا للتنبه من احتمال السقوط والانزلاق الى ما يفقها سوءا واخطارا ماحقة تابع الكاتب سيتعين على اللبنانيين ان يقيموا خطا فاصلا متواهجا وحاسما بين انتفاضة استفادت من الدروس السابقة القريبة التي حالت دون اسقاطها السلطة وبين الطبقة المسؤولة عن انهيارات لبنان وبين تحولية شريكا مضاربا لهذه السلطة المتآمرة اذا تحولت الانتفاضة الثائرة الى فوضى عبثية الشاملة وختم بالقول لا يقى لدينا من بقايا الرهانات المتهاوية سوى التعويل على حركة مجتمعية واعية تستعيد ذكرى الحرب لتجنب جحيم الفوضى لعل افضل تعبير عن هذا اطلقه البطريارك الراعي في الساعات الاخيرة بقوله لينفجر الشعب لالا ينفجر الوطن الى العربي الجديد ومقال وائل السواح بعنوان رسالة بايدن كونوا حذرين قال فيه يحاول الرئيس بايدن الامساك بالعصام منتصافها في سياسته الخارجي عموما وخصوصا في منطقتنا العربية لكنه ارسل مع ذلك رسالة واضحة حين ضرب قوات موالية لايران في سوريا جوهر الرسالة كنوا حذرين وقد ترسم هذه الرسالة حدود العلاقة الجديدة مع ايران والسعودية واليمن ومصر وسوريا ايضا ومع ذلك امساك العصام من المنتصف ليس دائما الحل المثالي لمشكلات العالم العالقة لقد وعد الرئيس قبل انتخابه بإعادة الديمقراطية الى جدول الاعمال بعد اربع سنوات من تدليل الرئيس ترامب السافر وغير المبرر للديكتاتوريين وخثم بالقول وعد بايدن باستضافة تجمعا لديمقراطيات العالم لاظهار التزامه للقيم الديمقراطية في كل من الخارج والداخل يقى السؤال الى اي حد سيمضي هذا الرجل في تحقيق هذا الوعد وذاك التعهد هل سيتجاوز الخطاب والايماءات الى صنع سياسة ملموسة انهم يشاهدين هذه الجولة بالكاركاتير اشتركوا في القناة